منتخب تونس تاني ودام منتخب كبير زي غانا يوسف المساكي بس كما نحكيه على المتخب المصري محمد صلاح واحد يصفق من منتخب المصري شوفنا محمد صلاح لما ما فيش حل ما فيش حلول خاصة في المباراة للفارطة محمد صلاح على كرة مخالفة بس يشف برضو راجع من أصابة كبيرة يوسف راجع مش فت هذيك اللي كنت نحكيه لك فيه تاول لانه طريقة اللعب اختلفت بالنسبة للمتخب الوطني يعود على ثلاثين متر الأخيرة ومستني يرمى مبهود ويخلص وهو بيدافع يطلع مش بنفسه قوته فهمني معانتا الفرق بسيت لكن الفرق مهم جدا في أداء اللاعب لكن أكيد بالنسبة للمتخب الوطني تونسي معانش يوري وجه أخي بما يقدمه في المباراة هذه وحاجة أخرى مهيب اللي مهمة برشا المتخب الوطني لتونسي في صورة إذا كان فوزه على المتخب الاغاني نلقاه معانتا الطريق مفتوح بالنسبة للمتخب الوطني لتونسي مجموعة أسهل لا أقول لك أنا طريق إذا كانت بعد جيك مده غشقر ولا الكونج مده غشقر ولا الكونج الفئ يوصل لقبل الناقي الفئ صح يعني مباراة حياة وموت بالنسبة للمتخب الوطني تونسي مباراة اثبت الذات خاصة مجموعة كانت في كاس العالم مجموعة كانت الأول تخلي بالك راح لمين؟ راح للمغرب والسنغال عطينا نتعده راح للمغرب وسنغال راح الوحشين صحيح المتخب للمجموعة هذه كانت حاظرا في كاس العالم يعني مجموعة لا بس به مجموعة والهداء في كاس العالم كان قويس والهداء في كاس العالم معادة مباراة بالشيك مباراة الأولى كنا واحد واحد لدقيقة 89 معنيها وجاء هدف ولكن فيه مكسب وبعد فزنا في المباراة الأثار بالنسبة للمتخاب الوطني التونسي هي ألان جيلاس ربي يهديه فقط يعدل الأوتار طب يدعيلوا بقى هاي والله يا تونس كمنا تدعي أقول لك أننا نحن في تونس دي ما نقوله بركات سيدي محرس في تونس اليوم بركات سيدي محرس والسيد دان زينب والحسين وكل باش تونس تعديلت لكن أكيد خاصة في الظرف اللذي الموجود في تونس لأننا نحن عنا ظرف سعيب في تونس كابتن في مشاكل الحمد لله الأمن التونسي قاعد يخوم بمستوى كبير وتقريبا نحن دي أخلي للستوديو في عملية إرهابية أخرى في تونس الحمد لله الأمن التونسي كان تصدى بنجاح للإرهابيين وإن شاء الله يا ربي نقضيه عليهم الشعب التونسي والجماهير التونسية في حاجة البسمة في حاجة الفرحة نستنعوا فيها وتعرف جيدا كابتن الكرة هي تفرق الناس كل العالم إذا كان يختلف الكرة هي تنجم وتجمع الناس إن شاء الله أملنا كبير في الملاعبية لأنه بالرغم من أخطاء جيراس بالرغم من تاريخة لعب جيراس أنا مساج للملاعبية هم عارفين شنو الخلال وين عارفين وين نقطة قوة المتخب الوطني التونسي ماذا بينا نتمنى أمنيات الشعب التونسي ودعوات الشعب التونسي وكونهم في المباراة للرهب عدد المتخب الغاني يكرمونا ويكرموا الشعب التونسي بتأهل على الأقل يصبح تاريخي ونأكدوا كما عملت كما عملت كما عملت ايطاليا في كاس العالم بثلاثة ثلاثة شوحات نمشي والأبعد من يكون في كاس وما ما فيه بشكرك حيسى مردد شرفتنا وكل التوفيق لمنتخب تونس يا رب ودعوات كل شارع تونسي إن شاء الله لتونس مباراة مهمة ومباراة صحابة